سيد تيفر من كارولاين الشمالية حضرك دابط سابق حضرك عسكري سابق يعني هنا أسألك عسكرياً ما الذي يجعل اشتباكات على نقطة حدودية تستمر طيلة ستين عاماً؟ أظن أن هذا النزاع هو من قبل الجانبين وهي بسبب المنافسة المحتدمة لطالما كان هناك منافسة حادة تعود عمرها إلى أكثر من 100 عام وكما نرى فإن الصين تحاول أن توسع نفوزها لديها عدد سكان كبير بحاجة إلى المياه بحاجة إلى الموردة الطبيعية بحاجة إلى توفير المسكن وعلى نفس المنوال تسير الهند والهند قوى صاعد اقتصادية كلا البلدان ونحن في القرن الواحد والعشرين يحاولان كلاهما إرساء السيطرة والحيمنة على سلالة بعضهما البعض ونحن نتحدث عن أكثر من 37 ألف أميال فيما بين الحدود المشتركة ولكن الصين هي دولة مترامية الأطراف أما الهند الهند ليست مهتمة بهذا الأمر لأن الهند هي اقتصاد قوي أخذ في النمو ومن ثم فإن هذا النزاع بين البلدين فإن هذا النزاع الاستعماري هو نزاع استعاري بالأساس لأنه لن يفوز أي من الطرفين على حساب الآخر نحن نتحدث عن منافسة أقوى اقتصاد قوي منافسة محتدمة عالميا وما يحدث في البحر الصين هي أكثر هشاشة الآن لأنها تحاول أن تحاول العصور على الوقود الأفوري وما إلى ذلك على سبيل المثال في ماليزيا أو في بعض الدول الأسوية ومن ثم فإن الموقف أصبح تعقيدا بسبب العسكرية الصينية والعسكرية البحرية الصينية والعسكرية البحرية الهندية هما من يعانان من هذه التبعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر